اهلا بكم مشاهدين الكرام الى نشرة المحلية للمهر اليوم والمستهلو بيتنمية في المناطق الفلاحية حيث بات اليوم موابط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء ضروريا لمضاعفة الانتاج وتنويع المحاصين العينة في النشرة من منطقة الحناية بولاية تيلمسان عدد من المستثمرات الفلاحية في منطقة الحناية بتيلمسان استفادت اخيرا من التوصيل بشبكة الكهرباء وهو ما سيساهم في دعم الفلاحين من اجل مضاعفة الانتاج كما ونوعا نكون في التطوير ان شاء الله زرعة الحبوب الحمديات والحمد لله راموصنا الكهرباء كيقول الله كنا سوفرنا كنا بالجروب عاودوا جيبنا واحد الله لان كيلو هذي خمس سنين والحمد لله راجبونا التطوير كيسموه وضوك ان شاء الله رب العالم راه كرنا بهذا المسترع الرئاسي باش نتعدوا والاخر رب العالم بارك نكونوا حسن من اللي كنا في اللون وده هذي نا غرسنا تشينا كده عندنا واحدة الستيكترات كاوية غرسنا تشينا ومنى يقدم مشدين تسع وتاني زينوا غرسوا زوالنا هذي يبقوا دخلوا مع العتاباء لان نشركوا معهم نشركوا معهم بببببببببش ممكن وندعموا لهم نمصرع الفلاحي هذا حصينا حوالي 671 مستثمرة إلى حد الآن تم إنجاز أكثر من 65% من المشروع نتوقع إن شاء الله أن كل هذه المستثمرات يتم ربطها بالكهرباء قبل نهاية السنة استكمال برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الريفية سيحفز هؤلاء لتوسيع المساحة المزروعة ودعم السوق المحلي بمختلف المنتوجات تنمويا دائما استفدت قرى ومشاة ولاية جيجل من عدة مشاريع تنموية على غرار تزويد سكان منطقة روينة بأعالي بلدية الجنار بشبكتين الغازي والكهرباء وهذا بعد 30 سنة من المعاناة عبدالرحيم شمعوني بعد سنوات من الانتظار ها هي العائلات القاطنة بقرية زويدنا بأعالي بلدية القنار تودع آخر شمعة بداخل بيوتها بعدما تم ربطها بالشبكة الكهربائية عندنا حوالي 30 سنة ونحن بلا تريسيتين فهمت عانينا تسعوين دروكاتين الحمد لله قضوا تطلع لنا رشاء الله غاية خلاص نحن نرشعنا في هدفين أخلكنا كنا مرمضين طلعوا في الظلماء مكان والو لا تريسيتين لا ما لا غز وتقدر في الطريق تقدر تلقى الحلوف تقدر تلقى ديب تقدر تلقى كلش ودرك الحمد لله هراني ها يعني بالكهرباء الغاز تريسيتين نعمة كبيرة عودنا ندرك نشربه المبارد عودنا نتفرجه في تليبيزي وعودنا لكليرا جاوكي المهم سنحاسنا غمة كبيرة ضمان تغطية كهربائية شاملة لكل المناطق النائية هو ما تسعى إليه المصالح المختصة بولاية جيجل قمنا بوضع خيز الخمة منطقة زويتنا بولاية القنار لتضم حوالي 20 مسكن تدخل ضمن إنجاز العمليات المندزة في هذا الإطار التي بلغت 58 عملية مندزة بطول شبكة كهربائية طولها 226 كم طولي وتخص 3996 مسكن ريفي كلها عمليات تدخل ضمن برنامج توصيل الطاقة الكهربائية لمختلف القرى والمشاة الباعدة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتسهيل حياته اليومية إلى قطعي الأشهر العمومية حيث يعرف مشروع إنجاز الجسر الجديد بمنطقة الناظر ببلدية مزلين بولاية قلمة قدما في نسبة الأشغال مكسب من شأنه فك والعزلة عن البلدية المجاورة نتابع هذا الرابورتاج لعائشة ببريقة منطقة الناظر ببلدية بني مزلين بولاية قلمة تستفيد من مشروع بناء جسر يعد من بين أهم المشاريع التي ستسمح بفك العزلة عن المنطقة المشروع يتمثل ببناء جسر على طول 100 متر مدة الإنجاز 12 شهر بداية الانطلاق من بداية شهر عفريل 2022 سكان المنطقة عبروا من جهتهم عن ارتياحهم لهذا المشروع الحمد لله كنا محصورين في غلب العيننا اليوم رأيوها في الاستعب كنا باش ندخلوا كاميو لهنا لازمنا نكري ونظروا من هيك خلابها نخشوا كاميو ما تفوت ذركة الحمد لله كي يقيم ويوجد رانالباس سفي لونطون هي هكا الناس يعني تجيب باش طبقة سنة من هي رح يفك يعني رح يفك العزلة رح يفك أزمة عسير يعني هكذا رح يفك حويش بزيف يعني بسيفة عامة منفعة كبيرة جسر جديد من شأنه إعطاء حركية وديناميكية كبيرة لبلدية بن مزلين التي يقتنها أكثر من ثلاثة آلاف نسمة وللوقوف على مدى تقدم الأشغال بالجسر تلتحق بنعيشة بوبريقة عيشة طلعين أكثر على مدى أهمية هذا المشروع شكرا لزملائنا بلسديو المركزي على هذا البث المباشر من هنا مباشرة من ولاية جالمة وبالتحديد ببلدية بن مزلين بالمنطقة المسمة النادور إذن نقف من خلال هذه النقطة على أهم المشاريع المنجزة هنا بولاية جالمة وللحديث عن قطاع مشاريع الكبرى المنجزة في قطاع الأشغال العمومية أسعد في هذا المباشر باستضافة مدير الأشغال العمومية السيد نواصر سالم مرحبا بكم سيدي مرحبا بكم في جالمة ربما أهلكم أن تضعنا في صورة أهم المشاريع المتعلقة المتعلقة بقطاعكم هنا بولاية جالمة استفادت الولاية في المرامج الخماسي الأخير من سنة 2017 إلى سنة 2022 من غلاف مالي يفوق 28 مليار دينار جزائري وذلك للنهوض بالبنية التحتية وخاصة سبق الطرق هي مرها ازدواجية الطرق الوطنية تحديث الطرق الولائية تحديث الطرق الولائية إصلاح الطرق البلدية وفتح المسالك فيما لا تقدل أين وصلت مشاريع خاصة فيما تعلق بفتح المسالك في المناطق الوعرة وهذا لتسهيل تنقل وتحرك المواطنين في هذه المناطق كل المشاريع المسجلة في قطاع الأشغال العمومية لمساهمة في فتح المسالك انتهت منها الأشغال وقد استلمت وراهي اليوم تعرف حركة مرورية ولكن اليوم رانا بصدد إنجاز طرق أخرى تربط هذه الطرق الوطنية والطرق الولائية ومن خلالها على سبيل المثال المشروع اللي رانا وقفين فيه اللي راح يربط منطقة النادور وبني مزلين البلدية بربط الطريق الولائي 126 بالطريق الوطني رقم 80 من خلال هذا الطريق البلدي وتحديث المنشعة الفنية اللي تبلغ طولها مئة متر ربما نسبة تقدم الأشغال هنا نسبة رانا اليوم في مرحلة إنجاز تقدم الأشغال تقارب 30% في هذه المرحلة ورح نمر إلى مرحلة الثانية هي إنجاز الروافد والبلاط على الجسر ونعمل تسليم المشروع مع نهاية سنة 2023 إن شاء الله نعم إذن شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل إذن رصدنا لكم جانبا من جوانب المشاريع المنجزة هنا بولاية قلمة على أن تكون لنا هنا متابعات إعلامية أخرى في هذا المجال أقول مجال الأشغال العمومية عرضة إليكم شكرا عائشة ببريق لك ولدي ضيفك الكريم على كل هذه التوضيحات إلى ولاية تفاديا لعناء تنقل شباب البلدية المجاورة لللاعب كرة القدم استفدت بلدية مشيحما من ملعب لكرة القدم وهي خطوة استحسنها شباب المنطقة يقول مواضع بروس بعد أن كان شباب ورياضي بلدية تشحيمة التي تبعد عن عاصمة الولايات يارت بأكثر من 70 كيلومتر يتنقلون إلى البلديات المجاورة للاعب كرة القدم أصبح هذا العناء من الماضي عقب إنجاز ملعب جديد بهذه المنطقة في عشر سنين نربو براء الحمد لله فرحنا بهذا الملعب شباب تشحيمة ما معدناش متنفس واحد آخر ما غير ملعب وولادنا يولو يلبو فيه وحاجزين لنا لدينا لدينا برامج كثيرة في الجمعيات الرياضية ولكن لم يكن لدينا ملعب مجهز بهذه الكيفية إن شاء الله بإذن الله في القارب العاجل إن شاء الله يكون هناك نتائج جيدة وهذا شيء جميل للبلدية شيء الوحيد للرياضة أنه هذا الملعب عافجة في هذا الوقت واليوم أنا الحمد لله أنا اشتفرنا من هذا الملعب لنقص شوية متائب ونقص شوية مصاريف اللي كانت ألعاة أتقل الفريق يعني يستقبل خارج ميدانه هذا الملعب هذا يعني هو حافز كبير وإلى جانب هذا الملعب تتوفر بلدية شحيمة على دار للشباب تضم عدة فضاءات لاستقطاب مختلف الشرائح سقلا للمواهب والقدورات ولمزيد من التفاصيل معنا على المباشر الزميل مراد عبروس مراد مشاريع لفائدة شباب المنطقة من شأنها ترقية والآداء الرياضي واكتشاف المواهب تفضل شكرا تحية لكم وتحية لجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري من بلدية الشحيمة التي نتواجد بها الآن والتي تبعد بأكثر من سبعين كيلومتر عن مقر عاصمة الولايات تيارة نحييكم ونصلت الضوء على أبرز المشاريع التنموية في قطاع الشباب والرياضة على مسوى هذه البلدية ومختلف البلدية الأخرى عبر إقليم ولاية تيارة ولهذا الغرض أسعد وأتشرف أن يكون معي حاضرا السيد مدير الشباب والرياضة لولاية تيارة السيد عمر سلاني الذي من خلاله نصلت الضوء على أبرز هذه المشاريع والغاية المرجوة من تجسيدها على أرض الواقع تفضل سيدي شكرا الشرف لنا أننا نكون ضوير في تلفزيون العمومي الجزاري وكما سبق وذكرت أن هناك عدة مشاريع تأتي بالفائدة على الشباب الرياضي اللي يوليها تيارة على سبيل المثال لنحص أن هناك أربع مضامير لألعاب القوة بكل من قصر الشلالة ومهدية وفرندة وسوقر كذلك إعتبار لعدة ملاعب أكثر من عشر ملاعب بلدية بالعشب الأل السيناعي وهذا يعني راح تنية يقعد بالفائدة أو تنية يفك العزلة على بعض البلدية اللي كانت استخبر خارج البلدية دعها وعنتنا كذلك بمعدل ثلاث ملاعب جوارية في البلدية لأنه كان بعض البلد اللي فيهم أكثر من ثلاث ملاعب أو ربع ملاعب جوارية وكان بعض الملاعب اللي السيد ملعب ملعبين فليهذا يعني هذي كلها يعني هت تعود بالفائدة على الساكنة وعلى يعني الممارسين وعلى المنافسة الرياضية في كورة الغدم وكذلك في رياضات الأخرى مثلا كما نسعى بإتمام الملعب عفوا المسبح نصف أولمبي برحوية وكذلك بعض المشاريع الأخرى اللي يعني تعود إعادة لإعتبار القاعات المتعادة الرياضات والدور الشباب والقاعات المتخصصة وهذا اللي يتمكن الشباب من ممارسة في ظروف جيدة وتجهيزيا بكل وسائل بداخله جيد نعم شكرا لكم السيد مدير الشباب والرياضة إذن أكيد هي مشاريع ستكون متنفس وكذلك ستكون مهد لإظهار قدرات ومواهب الشباب نعم وهو كذلك لأن وليتنا تزخر بعد مواهب وعندنا مواهب يعني لي رفعوا على الرأي الوطنية عاليا في المحافة الدولية مؤخرة فقط يعني على سبيل المثل الحص السجاتي والملاكمة البطرة إيمان خليف وإلى غير ذلك يعني يستمحوا للرياضة الأخرى تاعة الكرة الحديدية وكذلك لأنه وليتنا تزخر وكذلك تاني هناك ربع ملاعب للكرة الحديدية بسادة إنجازين بسادة إتمامهم بإذن الله في ولاية تيارة إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم سيد مدير الشباب والرياضة لولاية تيارة سيد عمر سلاني على كل هذه التفاصيل والمعطيات المتعلقة بجهود ومساعي القطاع لتوفير فضاءات أحسن وفضاءات أرقى وكذلك الاكتشاب مواهب لمشاريع أبطال إن شاء الله مستقبلا في تيارة وفي الجزائر تحمل كما ذكرتم سيدي الكريم الراية الوطنية في مختلف المنافسات الدولية في شتى الإختصاصات إذن عودة إليكم زملائي في الأستوديو مؤاد عبروس شكرا لك ولضيفك الكريم على كل هذه التوضيحات وبالرياضة نصل إلى ختام النشاطية المحلية لنهار اليوم ألقاكم بخير اشتركوا في القناة